في ذكر انطلاقة الثورة الثامنة والخمسين انطلاقة حركة فتح أو قد القائد العام للحركة السيد الرئيس محمود عباس شعلة الانطلاقة قرب ضريح الشهيد الرمز ياسر عرفات بحضور حجد غفير من قادة وعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح وعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وممثلين عن المجتمع الدولي وستأكيدا على دور حركة فتح التي تطفئ شمعة لتضيئة أخرى وهي تشارف على عقدها السادسة هذه الانطلاقة هي صانعة الهوية الفلسطينية وهي صانعة المجد الحديث للشعب الفلسطيني وهي صانعة هذا الكفاح والنضال الطويل إذا نظرت إلى تاريخ حركة فتح وتاريخ الشعب الفلسطيني هناك جبال من الشهداء وجبال من الجرحى ومئات الألاف من الأسرة هذا هو التاريخ الحقيقي لهذه الذكرى ولهذه المناسبة بمعنى أنها ذاكرة كل الفلسطينيين ليست فقط ذاكرة الفتحويين هذه المناسبة إنما تذكر بتاريخ الثورة التلييد وحاضرها المجيد فما أسرع الزمن وما أبطأ الوقت لتجدد حركة فتح شبابها وهي تنفض الغبار عن نفسها وتسير بخطى ثابتة بشيبها وشبانها في هذا السفتاء الشعب يحاول حركة العملاقة بكادتها الفلسطينية مركزية فتح وقائدها سيد الرئيس وحمود عباس أبمازن نقول عاشة الذكرى هذا استكمال وفاء للشهيد ياسع عرفات نحن أمام الضريح ولكن الكلمة بكت والرية استمرت ومن حمل الرية كان أمينا على الرسالة رسالة فتح اليوم الوحدة الوطنية والأساس والعمل والاكتفاف حول القيادة لمقاومة هذه الحكومة الفاشية القادمة والعمل على تأسيس الذكرى والذكرى ستعيش بإن الله بهذا الجماهير ورغم التحديات الراهنة فإن فعاليات إحياء الذكرى حملت رسائل من بينها التأكيد على ثوابت الحركة التي شبت عن الطوق برفضها الإملاءات والتنازلات أو التفريط بالثوابت نقول إلى الحكومة الفاشية المتطرفة في إسرائيل بأن أي شيء تحاول أن تخلقوا على أرض الواقع لن يتم ولن يمر وسنتصدى له بأجسادنا بأرواحنا سندافع عن أرضنا وعن مقدساتنا سنعمل على الصعيد الدولي والدبلوماسي وهناك لجنة تم تشكيلها من السيد الرئيس أبو مازن لتسير اليوم صباح هذا اليوم كان هناك قرار بتحويل قضية إلى محكمة إلى العدل الدولية ليكون هناك أيضا قرارا ببطلان هذا الاحتلال وفي ظل ما تمر به قضيتنا فإن حركة فتح وفي عيدها الثامن والخمسين تجدد العهد والوعد لشعبنا بأن لا تضل طريق الشهداء وقادتها المؤسسين الأوائل فالح نصير فالح تلفزيون فلسطين